مرحبا يعطيكم العافية معكم جاكسر هيني منشتير من ميزيك جير اليوم نحن نحكي عن كبسة الجلوبال نحن نكبس على الجلوبال نحن يكون عنا كذلك هو options settings لكل الأورك general controls, mode references, controllers, tuning, midi, audio, mic, limiter في الشغل التان اللي هعملهم part لحالة انو في لهم وقت كتير اللي هنال midi والmicro mic setup رح احكي عن general controls وهو دي رح نبلش بال general controls اول شي عنا global reverb global reverb هو محطوط على السفر يعني مثل ما نحن مراججين مثل ما نحن مراججين مثل ما نعملين setup طبعا لل reverb بدنا نخففه ومراجع لورا بيروح reverb نهيئيا بدنا نزيده نفتح لطلوع اوكي هعطيكم example فتح reverb هيك خرقنا reverb بعد اخر اذا عصينا صوت ضايج فينا reverb مع انو كتير حلو ونحن مراججينو بس علي الفسر لكم الفايد ان out time عنا الفايد ان عنا ال out ال in يعني احنا بالإيقاع و بدنا نبلدش من الإيقاع اذا قد تكون كم ثاني تحطي يطلع الإيقاع من السفر ل المية و سبا وشرين و اذا انتم بالإيقاع اذا قد تكون وقت ينزل يطلع يعني انتم ماشيين الإيقاع اللي هي الكبسة هون فايد ان out اوكي يعني اذا حطينا بلشنا بالفايد ان عملناها مثلا بديها دغري انا تبلش خمس ثواني اذا كبستة اذا كبستة انا كنت حاطة start synchro start كبستة هي رادي اول معي يكبوس لح تطلع بخمس ثواني يطلع الصوت مش فجأة اوكي و فين يطوره و فين عملها لعشرين ثاني هلا بدي اذا بدي اطلع من ايقاع كمان بدي اطلع سريع كمان اذا انا مماشي كمان اذا انا مماشي حصاب قدي بتكون بترجل جوانتو اه هو ليلة الغربي مش لقلنا الاكسلالاندو مش لقلنا مش لقلنا اللي هو اللي هو نرجع عنا انترفيس انترفيس عنا لانجوش اكيد اللغة رح تكون انجليش لانه اللغات ما عنا عربي عنا تركيش سبانيش راشن تاردين انجريك جيرمن فرانش يعني فيكن تنقل اللي بتكون يا دوري بيتحول لاي لغة بتكون باك لايت اللي هي الكابسيت هلا تلاحظوا فيه اسس مدوي لانه مستعملينه اذا منحطه هون من ناقي اختيار صوفت بضوء نتفي صغيرة اوكي هلا معارزة مبين بيبين هلا فينا نقوي بعض شوي ميديو بيبينه اكتر اذا منقوي بعض بيبينه اكتر لانه هاي عملينا في حال كنا عنا نشتغل بمطرح كتير عتمي ما اجيها الكابسيت بس منظلنا نميز القوية الخفيفة هيك تفاينيها اوف وهيك قريبنا ديسكلاي او هولت هايدي اذا بدكم مثلا انتو كابسين احنا اذا حطينا يعني اذا كبسنا هيك هايدي تضل صفحة موجودة اذا بدكم تكبسوها تنقوصوت وتكمله وترجع تختفي بدكم تكونوا حطينا آف يعني ازا كبس هيك شوية وقت ترجع بتروح اين بمكن لنطور عنو اللي احنا من هون شو متغير اسوات تراكنك اكتيفتي يعني شو ميجي من الكبير ببينوا عنا او filtered status specific ifornia هاي زا كبسنا يعني امع صوت يمكننا التحفظ معي ايقاع يعني اذا اينا هذا الصوت يمشي مع ايقاع معين اكيد نحن ايمين لانه مش لشغلنا الكيبوردات كمان زادت للشغلة الاسطايل والايقاع اذا اينا اسطايل يطلع معه صوت اذا اينا صوت يطلع معه ايقاع نحن هي اكيد لغيينه لدينا لوق ينبلش لنا تيونين كنترول تيونينج اكيد مستر ترنسبوز طي يطلع وينزل اكتاظر ونزبوت ونضعينا لوق الكرميل التشري اكيد تيشرع على كل الاسوات لنكون نضعينا لوق واتو اكتاظر مزكرينا نحن بنعمل اكتاظر مثل ما نحن مسايفينه يرجع هنا كنترول اساينيبل سويتش اكيد نحن نشغلين عن اساينيبل سويتش اللي موجودين اقصر شمال البورد اللي فوق البيتش اللي هني معلفة من ثلاث كبستات اساينيبل اكيد عنينا لوق الابر اف اكس اذا اختيارنا اغراس فنحن نقوم بتغير صوت فنحن نقوم بتغير الفضاء فنحن نقوم بتغير الفضاء اذا اولنا كل ايقاع كما كانت موجودة بارة فنحن الافل وهنا اصطر انهم انتقال ايما لنا ايما لنا شرق ايما موجود لائقا عنا بالعربة ازا بنروح على الخريجة بنحط خريجة مثل عنا اه زاكفة رنبا اه ساقل رنبا اوكي كل واحدة رنبا بينما ازا كنا حطين اول اقاعة لو نهلت انا على الخريجة اما العراقي اما المصري بطلبة زيت اللي نحن مقاين لهم اوكي بنسبة للباد اللور اكيد بدي يكون اه لوك تيمشي عكد الاقاعة اللور زيت اللور اللي هو موجود اللور بالا اه بالاصوات تلات اصوات بيكون اخر واحد بيكون معمولة ميوت لان نحن عاملينه عن رقم ثلاثة وقتانك بسه بيجينا باكينج هلا فرجيكم وينما ما شو ده هي اه شو بعد فيه في عندنا الكيبورد اه كيبورد مود سكليت فول هادي الكيبورد لان نحن مسايفين مرة واحدة للكيبورد كانوا نعرف تابعول او اوكي وايخر شي عندنا الكيبورد سات وان تو فور يعني من هون لهون صار فينا نسكلي نعمل لها وفينا نعملها من هون فينا نعملها من بره اذا كنا هون هايدي الكيبورد سات صار فينا نعمل لها لوك اذا عملنا لها لوك نقلنا ع كل الاقاعات بيضلوا نزيل الاصوات اللي نحن عطينوه سرينكز اكورديون براس وكيت يرجى هانا الستايل ستايل تراكس فوليوم هلا ازا نحن نطلع الاقاعات هلا مشوف اصوات اذا بنا نشوف الاقاعات يقص على تراك سيلكت نقص عليه ببين لان درامس بركاشن بايز ولا كمبانيو اذا نفترض هيدا الفوليوم بديه لكل الاقاعات خط على جلوبال لكن لوك ستاي بيجي عنا ستايل تراك فوليوم اذا بنحط اللي لو نقلنا ع غير اقاع بيضلوا زيت الفوليوم يعني هون عنا مية وسبعين اذا بنقل على الصعيدة بيضلوا مية وسبعين اذا من ايما بيرجع كل اقاع بياخد هيدا مثلا ستايل تراك بي ميوت ها كتير مهمة اذا كنا نحن نشتغل طرف طورد اورغ معي معي بازيست معي غيتاريست بدي اقيم البيز غيتار بايز و بدي اقيم عمله ميوت لغيتار بايز و غيتار ليد شو بعمل انا قبل ما عمله لوك هوني بطلع لبره بعملو ميوت للبيز بعملو ميوت شوفوا هيدا هيدا الكتار بعملو ميوت كمان بيكتب ميوت ميوت برجع بروح على الكلوبر بيكبس بلوك ع ستايل تراك هلا انا هي الا اقاع بنقلها ليه عطول في عندي ميوت لهولة اتنين يعني اذا بنقل ع غير سات صعيدة بلاحظ انه عطول عندي ميوت ميوت هيدا اللي بيشتغل مسلا ممكن تقيم الدرامز ممكن تقيم الطابلة حسب كل ايقاع هلا كان انه مثل ستايل في حال غيرنا صوت طيب يروح الشرقه كل صوت فيك فيكون تعملو شرقه نحن بنعمل لوك لا تيصير تشريء اساسي هو اللي بيشرق الاصوات اه عنا البيز بايز مانيويل بايز مانيويل هو لوك لانه نحن هون مستعمل عليها بره مثل نلعب نقيم الميموري نلعب بايز دور بايدنا بالشمال كورد سيكوينس هيدا للغربي مش لانه نحن غير شغل كليان عن الغرب واخر شي عنا كلوك اند باور اكيد ديت وكل شي وعنا الابشن طبع اوتو باور اوف نحن ايمينا هيدا في كنت كبسوها في حال خلصتو دا مسلا استراحة اوه زحاتينا قان بيرجع الغرب يطفي مثلا بعد فترة اوكي اوكي زا ايمينا ما بيتفو او بيضالو دايل اوه لكين هولي بالنسبه للجنرال كنترول شكرا